يبدو أن إيران لا تكتفي بوجودها الحالي في سوريا بل تعمل بشكل ممنهج على التغلغل في كافة المستويات لا سيم الجانب الثقافي من خلال عدة أدوات منها بوابة الإعلام وفي سبيل ذلك تولي طهران أهمية للجانب الإعلامي إذ قال وزير الثقافة الإيراني مهدي إسماعيلي إن بلاده تدرس خطة مع المؤسسات الإعلامية التابعة للنظام من أجل ما أسمها محاربة الأخبار الكاذبة وما وصفها بحملات التضليل وذلك عاقب لقاء جمعه مع وفد من النظام يرأسه مدير وكالة سانا ومعاون وزير إعلام نظام أحمد ضوى في العاصمة الإيرانية طهران ضوى قال إنه يجب فضح أساليب أجهزة الإعلام الغربي التي تزور الحقائق والوقائع في سوريا وإيران وإنتاج أعمال درامية وسينمائية مشتركة لمواجهة ما أسماه الغزو الثقافي الخارجي تقرير سابق لمركز الحوار السوري بيّن الأساليب التي تنتهجها إيران في سبيل التغلغ للثقافي معتبرا أن من أهمها الأدوات الإعلامية الإيرانية في سوريا الرامية لتزوير التاريخ والحاضر بحسب المركز كما تعمل إيران من خلال أساليب أخرى تنفذها المستشارية الثقافية التابعة لطهران كتعزيز علاقات مسؤولين إعلاميين إيرانيين بمسؤولي النظام وكتابة مقالات في صحف النظام كما تعمل مؤسسات إيران الثقافية في سوريا على إقامة الاحتفالات الدينية والوطنية الإيرانية مع دعوة السوريين إليها أو إقامتها في الجامعات داخل مناطق النظام النشاطات الإيرانية في المجال الثقافي ليست حديثة إذ يقول المركز أن طهران أسست مكتبة ضخمة ومركزا للدراسات الثقافية الإيرانية عام 2000 يضم آلاف المراجع بالعربية والفارسية ويقوم بعقد الندوات وإصدار المطبوعات والدراسات وتحرص إيران فيه على استقطاب الباحثين وتقديم ما يطلبونه من مراجع وتسهيلات ومع التغيير الديمغرافي في سوريا تستغل إيران واقع السوريين لنشر ثقافتها لسيما أنها باتت تسيطر على مناح أخرى من الحياة كالأبنية والخدمات ومرافق الدولة التي من المفترض أن يملكها السوريون أصحاب الأرض والثقافة